في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت الموافق للسادس من تشرين الأول لأكتوبر عام 1973 هاجمت مصر وسوريا القوات الإسرائيلية مصر في شبه جزيرة سيناء وسوريا فيها ضبط الجولان حيث اشتاح المصريون والسوريين الحواجز الدفاعية الإسرائيلية على جبهتي سيناء والجولان وتم نقل أكثر من مئة ألف جندي مصري وأكثر من ألف دبابة عبر قناة سويس فتمكنت هذه القوة من تدمير خط كان مشهور للدفاع عن إسرائيل اسمه خط بارليف وبسرعة غير متوقعة وكان اليهود يعتقدون أن منعة هذا الخط الدفاعي عظيمة ولا يمكن اختراقه